كيف أعرف أني أحتاج إلى الرقية الشرعية ومن دون وسوسة وهذا مهم جدا لأن الناس قاعدت وسوس كل واحد يصير عنده مشكلة يتوقع أنها الرقية الشرعية عادة العين العين أكيد ولدي في عين أكيد بنتي فيها عين أكيد فيك عين أي تعثر ينتقل العين لا أنا أختصر عليك الموضوع في علامات واضحة بإذن الله بإذن الله العظيم إذا اتفقت فيك هالعلامات تأكد أنك تحتاج إلى الرقية أو تأكد يا أختي الكريمة أنك تحتاجين إلى الرقية بمعنى أنكم تأكدوا أنكم تحتاجون أن تتوكلون على الله وتقرؤون على أنفسكم بنية الشفاء وما أعظم هذه اللحظات لأنك قد تصل بها إلى الجنان وأنت لا تعلم ننتقل الآن إلى علامات ليس للإنسان فيها لا حول ولا قوة نبدأ من الأحلام أثناء النوم من أكبر العلامات وضوحا على الأمراض الروحية رؤية السقوط من مكان عالي أو مرتفع مثل جبل مثلا أو السقوط من على السرير تصحى كأنك تسقط من على السرير هذا علامة من العلامات أيضا رؤية الحيوانات أو الحشرات مثل كلاب قطط ثعابين عقارب يعني هذه الأربعة أكثر عناكب وبعض الحشرات أكرمكم الله هذه الغالب الناس الذين يعانون من أمراض الروحية يرون نوعية الرؤى هذه من العلامات أيضا رؤية الجن سواء بأشكال مخيفة أو بصور رجال طوال جدا أو أقزام صغار ولا شك أن الرؤية في هذا الوقت يشعر بها الرائي أن هؤلاء جن حتى لو لم تكن أشكالهم تدل على ذلك أيضا من الرؤى وجود الإنسان في أماكن يرى نفسه أنه في بيوت قديمة بيوت مهجورة عادة ما تكون طينية أو أنه موجود في مزارع أو في صحاري أو براري رؤية الإنسان نفسه أنه يشرب سحر أو يأكل سحر أو يرى عقد سحرية أيضا هذه من العلامات الواضحة رؤية الجماع كمعاشرة الزوجين أو مقدمات الجماع تكرار هذه المسألة أيضا له علاقة واضحة ووثيقة بالأمراض الروحية بعض الناس قد يتعرض للإنكباب على الشهوات ويرى مثل هذه الرؤى لا هذه قد تكون حديث نفس ولكن أتكلم عن من يرى هذه الرؤى من دون رابط في حياته يدل عليها وتتكرر أيضا من العلامات في الرؤى والأحلام أن الإنسان يرى أن أحد يحاول أن يؤذيه وهو يحاول أن يهرب ولا يستطيع ويجد أنه ضعيف ومن العلامات الجاثوم وهو معروف عند كثير من الناس أن الإنسان يشعر أنه كأن أحد يعني يخنقه أو أنه بموته وهو يعني ما يستطيع على لا أن يصرخ ولا أن يقاوم وسبحان الله تلقائيا يحاول يقرأ القرآن فهذه أيضا من العلامات ننتقل من الرؤى والأحلام إلى المنام وقت النوم أنا الآن أبا أروح للسرير أبغى أنام هذا الوقت أنا معتاد أن أدخل السرير وأنا مرهق وأشعر أني أريد أن أنام ما أن تضع رأسك على الوسادة إلا ويذهب النوم طيب نقطة مهمة هل هناك ما يؤرقك هل تعاني من مشكلة هل هناك أمر تحمل يعني همه للغد الإجابة لا ولكني لا أستطيع أن أنام طيب هل تعاني من بعض الأمراض العضوية أنا رحت كشفت عن طبيب قال لي أنت سليم قبل أن تفكر بأخذ الحبوب المنومة فكر بأن تلجأ إلى الله جل وعلا فعليك هنا بمعرفة النقطة هذه الأرق من دون سبب واضح من العلامات الواضحة للأمراض الروحية أو القلق بمعنى أن أنام وأصحى أنام وأصحى بعض الناس يقوم مفزوع وهذا القلق وبعض الناس لا يفتح عينه يتنبه يرجع ينام وهكذا دواليك ما يعرف ينام أيضا من علامات الأمراض الروحية من الأمور الواضحة سبحان الله عند بالذات اللي يعني عندهم أعمال في الصباح عندما يريد أن يقوم لوقت العمل لا يستطيع ويعاني معاناة شديدة سبحان الله نسأله هل هناك مشكلة في العمل لا عندك مشكلة مع أحد زملاك لا عندك مشكلة مع مديرك لا أن تكره هذا العمل لا هل كنت في السابق يعني تعاني من الشعور هذا لا هذا من علامات أيضا الأمراض الروحية وتحديدا الحسد أو العين ننتقل الآن إلى الوضع والإنسان الطبيعي الآن صاحي في حياته الطبيعية يمارسها سواء في عمله في بيته مع أصدقائه إيش أولا ضيقة الصدر من دون سبب اثنين خمول وكسل من دون سبب بعض الناس لا يعني أنا لا أريد أن يفهم كلامي أن كل من عانى من ضيقة صدر أنه مريض لا أنا أقول من دون سبب ضايق صدرك ما تدري ليش هذه النقطة مهمة وتكون هذه الضيقة مستمرة من بيجيك يوم أو يومين تقول أنا مريض لا تستمر فلا تشعر بما أنعم الله عليك بسببها أو الخمول والكسل ضعف وهن في الجسم من دون سبب واضح تروح تكشف تسوي تحاليل سليم هذه أيضا من علامات الأمراض الروحية هناك بعض الأشياء تحدث مع الإنسان صداع من دون سبب يعني أنت سليم لا ما عندك مشكلة بعيونك ما عندك مشكلة في الأنف ما عندك مشكلة في الأسنان سليم عضويا تعاني من صداع متكرر هذه أيضا من العلامات وأنا دائما نركز يا أخوان على قضية من دون سبب طالما في أسباب واضحة خلاص في سبب نتعالج ونقرأ ليس هناك تعارض كيف أن تتعالج فالأسباب هذه مادية وتقرأ هذه الأسباب العظيمة لأن الله هو الشافي وهو الذي يملك الشفاء الشفاء ليس في حب الدواء الشفاء عند الله جل جلاله أيضا من العلامات التي تدل على الأمراض الروحية خروج الكدمات على الجسم كدمات دوائر زرقاء لون داكن موجود في الجسم يعني كأنك يظهر لك أنك ارتطمت بشيء ولكن لم يحدث الأمر هذا التنمل في الأطراف سواء في الأيدي أو الأرجل أو الجسم من دون أسباب التعرق المفاجئ يعني أنا ما كان جسمي يتعرق الآن أصبح جسمي يتعرق الشعور أن فيه كرة في داخل المعدة سواء كانت ثابتة أو تتحرك غثيان من دون سبب واضح حركة في الجهاز الهضمي أو حركة في الرحم عند المرأة من العلامات أيضا شعور المرأة بآلام في منطقة الرحم أثناء الجماع وهذه الآلام تكون شديدة لدرجة أن تجعل عندها نفور من الزوج أيضا من العلامات وهذا خاص بالنساء أن المرأة تشعر مثلا بأنها تتمنى عودة زوجها إلى المنزل وربما يهاتفها عبر الهاتف ويظهر عليها بعض الشوق له ولكن ما أن يأتي في البيت إلا وتنقلب هذه الأحاسيس إلى العكس ينقلب الشعور وتحدث مشاكل لأتفه الأسباب نقطة الغضب لأتفه الأسباب أحد علامات الأمراض الروحية الغضب لأتفه الأسباب بل أن الإنسان يشعر بأن هذا الغضب لم يكن له السبب حقيقي ثم أن يتساءل بينه وبين نفسه لماذا هذا الغضب؟ يقول ليش أنا على الصبت؟ ليش أنا تنرفزت؟ ما عنده إجابة أيضا هذا من العلامات التي تدل على الأمراض الروحية وهناك أعراض كثيرة ولكن أنا حاولت أن أختصر قدر الاستطاعة في النقاط المهمة الرئيسية التي يعاني منها أكثر الناس عسى الله أن ينفع بالأسباب ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين آمين وأنا أقول كي نتجنب هذا كله علينا بالمحافظة على الأذكار أذكار الصباح والمساء ما أسهل هذه الأذكار؟ إذا قلت عندما تخرج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كنت في حفظ الله من أن تخرج حتى تعود من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إذا أصبح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن القائل لهذا الذكر البسيط والعظيم سيحفظه الله من الصباح حتى المساء فإذا قالها في المساء حفظه الله من المساء حتى الصباح من كان يقول هذه الأذكار بإذن الله تأكد أنه سيكون في حفظ الله والله خير الحافظين أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء وإذا استرحم به رحم أن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يحفظنا وإياكم من كل شر ومكروه وأن يمتعنا بما أعطانا ووهبنا وميزنا اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر